المكرونة البشاميل مفيش اتنين بيختلفوا عليها النهاردة هنعملها بطريقة سهلة خالص وبسيطة والاول مرة هتشوفوا طريقة جميلة وامر بالشكل ده هتطلع معاكم احلى مكرونة مفيش عزومة ولا تجمع عائلي الا لما تكوني عاملة فيها المكرونة بطريقة الامر دي وهتشرفك قدام ديوفك وبطريقة دي هيخلص الصينية الاخر حتة عايزين نشوف الطريقة الامر دي وكل الاسرار اللي هتطلع معاكي البشاميل ممتازة بس جاب ما نبدأ في الفيديو اللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ويلا نبدأ الفيديو مبدئيا انا هستخدم نصف كيلو لحمة نصف كيلو لحمة استخدمت لهم بصلتين صغيرين او بصلة كبيرة وبكتع البصل بالسكينة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين انا ما حبيتش افرومهم في الكابة علشان البصل لما بيكون متقطع بالسكينة بيكون مسكر اكتر ما بنفرومه في الكابة وفتاص على النار من غير مضيف اي مادة دهنية خالص بنزل بالبصل بتاعي وكمان عندي نصف كيلو من اللحمة المفرومة هنزل بيهم مباشرة على البصل محطتش اي مادة دهنية ومش هحط كمان هكتيفي بس بالدهون اللي في اللحمة لكن لو الدهون اللي في اللحمة مش كتيرة ممكن تضيفي معلقة ثمنة وضيفت عليهم معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل اسود وبجلبهم واسيبهم على نار متوسطة لحد ما كل اللحمة تغير اللون بتاعها وبعد كده هنشوف نعمل ايه طبعا انا مش هضيف اي توابل دلوقتي خالص انا خلاص اللحمة غيرت اللون بتاعها هنزل بسلسة او بطماطم متقطعة صغيرة الموجود عنكم في البيت استخدموا وطبعا كل الشغل ده على نار متوسطة معلش النار علشان اللحمة بتاعتي ما تبقاش جافة بعد ما ضفت السلسة هضيف معلقة من البابركة لو حابين اضيفوا بهارات لحمة اتسوكيه ما فيش اي مشاكل بس انا مش عايزة اضيف بهارات كتير في اللحمة واتغير لطعم اللحمة بسيب اللحمة على نار متوسطة لمدة حوالي 10 دقيق لحد ما تبقى جوسي وطرية بالشكل اللي انتو شفتوه مش عايزين هتنشف خالص ودلوقتي هبتق بسلج المكرونة طبعا سلج المكرونة كلنا عارفين ان احنا بننزل بالمكرونة على مية بتغلي هضيف معلقة ملح واحدة بس مش هضيف زيت ليه مش هضيف زيت علشان انا عايزة المكرونة بتاعتي ما تبقاش بتلسة في بعضيها عايزها كده حباية حباية زي ما انتو شايفين بالشكل ده سبتها تسلقت على النار حوالي 80% ما سبتهاش لحد ما تدو وبعد كده صفيتها من المية السخنة وغسلتها بالمية الفاترة وبعد كده هنبدأ نحضر قلبة شمالة وفي حل على النار بنزل بمعلقة سمنة عادية خالص ومعلقة سمنة بلدي او ممكن تستخدموا اتنين معلقتين كبار سمنة او معلقة سمنة ومعلقة زبنة اللي يريحكم والموجود عنكم في البيت طبعا نزلت بمعلقتين كبار من السمنة زي ما انتو شفتو واول ما السمنة سخنت نزلت عليها باربع معلق كبار من الديق وعلى نار متوسطة بجلبهم لحد ما ريحت الديق تطلع وهنزل باربع كبايات من اللبن وعندي نص علبة كريمة حوالي كباية كريمة برضو نزلت بيها طبعا انا بنزل باللبن والكريمة وباليدي التانية شغلها في تجليب على طول علشان ما يكونش فيه اي تكتلات خالص في البشاميل وبعد كده انزلت عليهم معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود حابين اضيفوا اي نوع بهارات تاني ما فيش اي مشاكل بس انا ما بحبش ازود في البهارات اللي امتبعني عالف الحتة دي هنعرف ازاي القوام المزبط للبشاميل على طرف المعلقة بالشكل ده بعمل خط لو اندمجوا على بعض بسرعة كده لسه البشاميل عايزة شوية تاني على النار لكن لما بعملها بسحبها كده وما بتحركش من مكانها كده البشاميل تمامه زي الفل انزلت بتلت الكمية من البشاميل على كمية المكرونة كلها وجلبتهم مع بعض وبع كده الصانية بتاعتي مدهونة دهنة حلوة من الزيت وبنزل كده معلقتين كبار من البشاميل وبعد كده بطبقة المكرونة طبعا طبقة المكرونة اللي بتكون في ارضية الصانية دي بتكون اجل من نص الكمية المكرونة وبعد كده بنزل بطبقة اللحمة طبعا اللحم عايزة تحطه كتير عايزة تحطه قليل زي ما انتو تحب انا الصانية بتاعتي كبيرة اخدت نص كيلو لحمة وبعضبط الدنيا وبعد كده انزل بطبقة المكرونة التانية وبالحل على طول بنزل بالبشاميل اللي بتاعي بعد كده علشان ندين الوش فيه كزا اختيار الاختيار الاول ممكن تحطه جبنة عادي خالص زي كل الناس ما بتعمل الاختيار التاني كمية البشاميل اللي تحطط من فوق ممكن جبنة نضيفها بنكسر فيها بيضة وبجلبها تجليبة حلوة وانزل بالبشاميل وبعد كده مش محتاجين انكم اضيفوا اي حاجة على الوش الاختيار التالت هو بيضة ورشة ملح وفلفل اسود وربع معا لقيت صلصة ودي برضو اختيارية دهنت بها الوش وده هو اللي انا عملته الاختيار التالت وبكون مساخنا الفرن على اعلى درجة باخد الصنية ودخلها على الرفل في النص بتاخد ساعة لربع بالكتير وبتطلع عنا بالشكل الامر ده طبعا لو مش عايزين تاخد اللون بالشكل ده يعني يكون افتح شوية يعني بتطلعوها جبل كده بشوية يعني بتاخد حوالي ساعة لتلت انا بحب اللون ده بصراحة يعني بحب المكارونا البشامل ما تكونش فاتحة اللحمة اتمنى اللي عجبته الوصفة ما ينساش احط لايك وشير كتير علشان الكل يستفاد والاول مرة يشوف قناتي اتمنى اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصر له كل جديد ما تنسوش التابعوني على الفيسبوك مطبخ كاما ان شاء الله